سؤال برضو آخر من آخر الزمناء بيسأل جمهور الأهلي عادة ما بيقبلش غير الفوز هل ده ممكن يمثل نوع من أنواع الضغط عليه في المرحلة اللي جاية ين Bellafari للميان اللي ولا يتم تأسها بغياب لديه الشيطاء يدفع من مراهله ينفهم ب heating الأهلي أكيد نحن عرفين أن هناك ضغط دائم لأن هذا نادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا ضغط طبيعي جدا لفريق بيسعى للفوز في كل مباريات نحن موجودين هنا عشان نعمل كل شيء من أجل أن نحن نفوز كل مباريات الضغط أكيد سيكون متوجه علي وانا جاهز للضغط ده جزء من جانب العمل عندي وأكيد برضو في الجزء بتاعكم المهمة أن نحن جينا هنا من أجل الفوز نحن جينا هنا عشان نفوز نحن جينا هنا عشان نفوز نحن نفوز كل مباريات سؤال من أحد الزملاء يسأل طموح حضرتك مع النادي الأهلي وأهم التحديات اللي جاية من وجهة نظرك سؤال من أحد الزملاء 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 سؤال من أحد الزمل في المباراة ولكن نعلم جيدا إن الفوز هو أهم شيء لنا وليل جمهير سوف نرى الكلام الذي نقوله إن شاء الله داخل المعلوم أكثر من الكلمات اللي احنا نقولها سؤال أخير كلمة طولها الجمهور النادي الأهل جماهيرنا تعتبر جماهير عاشقة داعمة دايما بتتابع فريق النادي الأهل لأمين أنهم لا يمكنهم أن يكونوا في الملعب لأمين أنهم لا يمكنهم أن يكونوا في الملعب على الرقم الذي يكون في الملعب يعتبر جمهور ولكن نحن نعيدكم إن شاء الله سوف ندي شيء جيد جدا وإن شاء الله في القريب العاجل سوف نكون جماهير النادي الأهل موجودة وماليا للإستاذ في المباراية أعرف بأننا لا يمكنهم أن يكونوا في الملعب لأننا نسعوا في الملعب بالفرق نادلال ويمكن كان كلام المدرب في الوقت السابق كله اني بقى في تفاهم و تضامن مع فقرة المدرب انيحنا إن شاء الله بنفوز ولكن عشان نحسن نستوى اللعب محتاجين وقت شكرا